استجابة لمطالب النادي الأهلي أو قرارات منطقية من وجهة نظر اتحاد قرة القدم كان لابد أنها تؤخذ بعين الاعتبار فالتحاد القرى بيرد على طلبات الأهلي رسميا ده فارس طبعا بعد موقف النادي الأهلي بعد التعرض لظلم تحكيمي في أكثر من مباراة احنا كنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت وقلنا أن النادي الأهلي دفع دفعا أنه هو يأخذ موقف واضح تجاه التحكيم وتجاه ما يحدث في السحر الرياضية بعد ظلم متتالي للنادي الأهلي خرج النادي الأهلي بمجمع من المطالب سنروح لها ولكن النهاردة نحن نبدأ معكم من حيث انتهت الأزمة أو من حيث انتهى الموقف أن اتحاد القرى بيرسل رسميا للنادي الأهلي عن مطالبه وتلقى النادي الأهلي خطاب اليوم من اتحاد القرى أكد فيه الاتحاد تعقد مؤخرا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكمية بالكامل ابتداء من 10-8 وده جزء أصيل في مطالب النادي الأهلي اللي كان بيتكلم فيه عن لجنة التحكيم يمكن فيه بعض الأمور الإجرائية تخص أن انت كلاتنبرج جاي في نص الموسم صعب يكون فيه تغيير اللجنة بالكامل وبيت أعضاءها الراجل داخل جديد عليها ده شيء إجرائي نسبيا ولكن بخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي وأشار فيه لحكم الفار مباراة الأهلي وفارقه أكد اتحاد الكرة في خطابه على أنه بالفعل تم إحالة الملف كاملا لكلاتنبرج بوصفه المسؤول الأول عن منظومة التحكيم وللتحقيق في الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية لكن حسب ما جاء في خطاب الاتحاد أنه تبقى للواحة المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبة يتم توقيعها على الحكام وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية انتهى النادي الأهلي أن بناء على هذا الخطاب قرر النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس مصر طبعا كان الأمر واضح جدا وزي ما قلنا في حلقتنا السابق من الأهلي خط أحمر وكان دايما شعرنا أن الأهلي لا يسعى لانتصار أو مجد شخصي النادي الأهلي بيسعى زي ما مفترض اتحاد القرى يسعى إلى العدالة وتكافؤ الفرص ده اللي احنا اتكلمنا فيه تحديدا الإسبوع الماضي النهاردة بنأكد نفس الكلام وبنشكر اتحاد القرى أنه بيسعى في نفس مساعي النادي الأهلي وده الطبيعي أن انت تبقى عايز تكافؤ فرص من كل الفرق عايز تحط عدالة تحكمية لكل الفرق ما تبقاش الأخطاء في اتجاه واحد لصالح فريق على حساب فريق فالنادي الأهلي كان مفيش أغراض شخصية مع أي طرف من اللي تم ذكرهم في القرارات الماضية ولكن كان هدفه العدالة التحكمية حاليا اتحاد القرى بيطبق العدالة التحكمية وعايزين نفكركم بقرارات النادي الأهلي وهي كانت المطالبة بإتقالة لجنة الحكام التي فقرت نزاهتها ومصداقياتها والمطالبة بإيقاف حكم الفار هو محمود عشور لحين التحقيق معه عامة بدرة منه وكان بالتالي عدم المشاركة في المسابقات التي نظمة النادي الأهلي النهاردة أعلن خلاص أنه هيشارفه بطولة كأس مصر والسوبر المصري والسوبر المصري بعد ما تم قالت أو تقديم الكابتن عصان عبد الفتاح استقالته آيا كان المسمى للقصة في النهاية رئيس لجنة الحكام أصبح الآن مش موجود وحل محله خبير أجنبي رد اتحاد قرة القدم النهاردة كان منطقي جدا بخصوص الحكم محمود عشور اللي تم الدفع به في مباراة بسبب رئيس لجنة الحكام السابق وقال إن احنا حولنا الملف مع ملفات كل الحكام الأخطاء لكلاتنبرج ولكن احنا عندنا بروتكول وعندنا لوائح منظمة مش هنعلن عن عقوبات التحكيم النادي الأهلي قدر ده تماما وقدر تقدير اتحاد قرة القدم على عكس السابق فيه عدم ردود على بعض البيانات أو بعض الخطابات المرسلة وكان موقف يعني كلنا أدناه هنا في قناة النادي الأهلي النهاردة صفحة جديدة رد محترم واضح جدا إن اتحاد القرى أصبح هدفه هو العدالة التحكمية لكن أيضا اتحاد قرة القدم أعلن على براموقعه الرسمي أحالة الشكاوي كلها لكلاتنبرج تأكيدا لموقف اتحاد قرة القدم وما ذكروا النادي الأهلي النهاردة من خلال الخطاب المرسل من اتحاد قرة القدم للنادي الأهلي موقف طبعا يعني هنا قلنا بنحترم المواقف اللي بتتبنى العدالة دون إننا نذكر أي شيء خاص بالنادي الأهلي أو إن النادي الأهلي نادي على رأسه ريشة لأ إحنا عايزين العدالة وتطبيق تكافؤ الفرص ومسواه في مسابقة نازيهة شريفة يفوز بها وقتها الذي يستحقها كان النص بتاع بيان اتحاد الكرة اللي بتكلم فيه عن حالة الشكاوي ده كان في 9 أغسطس يعني ده قبل التطورات اللي حصلت كان اتحاد الكرة بيؤكد فيه إنه حال الشكاوي دلوقتي طبعا بما إن النادي الأهلي حيشارك في كأس مصر نادي الأهلي أعلن قائمته لمباراة مهمة جدا بكرة طبعا النادي الأهلي بيسعى أنه يعز الصدرته في ألقاب كأس مصر بصفته كعته في كل البطولات المصرية هو الأول أينما حل اسم بطولة هتجد إن النادي الأهلي تصنيفه رقم واحد ويأتي البعض في المرتبة التانية أين كان من بيتنزع